ماذا كان يعني كانوا يريدون من تغيير مثلا في الأوبرا؟ يعني هم أساسا ما كانوش عايزين الأوبرا ما كانوش عايزينها تشتغل هم ما كانوش عايزين كل هذه الفنون الرقية أنها يبقى ليها يعني دار أوبرا مثلا بلا موسيقى بلا بلي بلا آه طبعا وهيئة كتاب تطبع كتب إخوانية ودار كتب ووثائق يقدوا منها صور الوثائق اللي هم عايزينها لا نفهم دي أكتر شوية بما برضو من ضمن الحاجات اللي بدلوها بدلوا رئيس هيئة الكتب والوثائق القومية اللي كان وقتها الدكتور عبد الناصر حسن وجابوا حد من عندهم وقيل أن في هذه الفترة تم تسريب وتصوير وثائق مهمة جدا هم أخدوها واحتفظوا بيها يعني موجودة في مصر ما زالت؟ يعني هل مثلا بحصل عنها وجدناها أم أنها سربت إلى الخارج؟ محفوظة على ميكروفيلم كل ده محفوظة على ميكروفيلم وعايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا أن المصريين العاديين مش بتكلم عن المثقفين كان عندهم وعي شديد جدا لهذه الهجمة الشرسة وكنا بنفاجأ أن الناس البسطاء جدا بيدعمونا يعني حتى في الاعتصام يجي جبونا بمبون يجي جبونا أكل حتى صغار الموظفين يعني ممكن يكونوا إيه دخلوا الكبار المثقفين لاعتصام فتحولهم السكة يخش وهم دخلين المؤسسات دي حماها عمالها وموظفين لأن في الوقت ده ما كانش فيه وزير ثقافة ورؤساء القطاعات كانوا بيمشوا واحد ورد تاني وبيجيبوا ناس تبعينهم اللي حماها فعلا هذه المؤسسات الثقافية صغار الموظفين والعمال من الصغار يعني الموظفين والعمال المصريين اللي عارفين أن دي بلدهم يعني لهم كل الشكر طبعا طبعا مصر كلها عليها كل الشكر لأن مصر كلها خارج يعني أعتصام المثقفين ده حضرتك شايفوا أنه كان يعني أحدى مقدمات 30 أليون آه والحقيقة كان المقدمة الرئيسية رئيسية لماذا تعتبرها رئيسية لأن ده كان أول رد فعل حقيقي في الشارع المصري ضد حكومة الإخوان طب هو كان في القاهرة آه فقط هل كان له بداية تداعيات في المحافظات الأخرى بعد كده اتعمل في المحافظات أخرى ومنها تحديدا السويس واسكندري يعني اتنقل بعد كده يعني ماذا حدث هناك يعني حدث أن هم برضو قعدوا وعملوا اعتصامات وطلبوا برحيل وزير الثقافة أولا ثم أن رحيل حكمة الإخوان والبلد كلها يعني بتدت تطلع عارفة حضرت الجبل الجليد يعني ابتدى يوم بعد يوم يكبر وتراكم الأمر لحد ما 30 يونيو بقت مصر كلها في الشارع